أصارت مشاريع سكنات عدل والترقوي المدعم سكان مشتة القندرة ببلدية شلغم العيد في ولاية ميلا وأصبحت قرابة 45 عائلة محاطة بمئات العمارات فيما ظل سكان هذا التجمع يعيشون خارج التغطية منذ 50 عاما كامل دون شروط الحياة أروا عندنا 50 سنة وإحنا هنا ملفات نديروهم واحد ملف ما يباني يقول لك كان يقول لك خارج على البرونديربانيزم تخلنا في البلونديربانيزم في الدوميلويت من الدوميلويت ما دار عنده إحدى واحد إلا هالمرة كجلوالي بهذا كان يضربوا دورات والنام بالذن ما يستطروا يرقدونها تعيش العائلة هنا فقط لتبقي حياتها مستمرة وقابلية التعايش هاته اقتضت عليهم النومة تحت أسقف الترنيتي والكهرباء شبه المنعدمة والحفر الصحية أنا في 50 سنة وأنا هنا وأنا في الهم الكبرى ونجدوا جبنات التامع ما تبويهم وخلهم نطلبهم السلطات لازم يديرون الحل في أقرب وقت ما فيهاش نقاش خلاص ما قدرناش نصبره الأولاد يهبطوا مننا ريسك تخاف من الكلاب تخاف من الطريق الشكاوى المتتالية للسكان أن يدرجون ضمن المستفيدين جملة واحدة باعتبارهم حيا فوضويا من سكانات اجتماعية وذلك في الحصة المرتقبة ويدرجون ضمن قاطنية المساكن الهشة خاصة وأن المشكلة تم طرحه مباشرة على وزير السكن ووالي الولاية ورئيس الدائرة مباشرة ترجمة نانسي قنقر